أربعة وخمسون عاما من عمر الثورة أكثر من نصف قرن منذ أن دفن اليمنيون عهدا هو الأكثر ظلامية وتخلفا وكهنوتية في تاريخهم الحديث كان هذا الإنجاز ثمرة من خططوا وناضلوا وفجروا الثورة واستشهدوا دفاعا عنها وقدموا الغالية والنفيس لأجلها إنجاز تلقفه اليمنيون بحماس كبير فكان أن تحولوا إلى جيش يدافع عن الثورة ويخوض المنازلة الطويلة لثمانية أعوام تقريبا حتى جرى الحسم النهائي بكسر حصار السبعين وهزيمة الثورة المضادة وفلول الإمام المدحورة دفن النظام الكهنتي البغيظ ولم تدفن الفكرة باقيت تعشعش في رؤوس من تسللوا من جديد إلى بنية الدولة وسلكوا طريقا سهلة إلى مراكز القرار عامل هؤلاء حثيثا على تقويض قيم الجمهورية وإفراغها من معناها واشاعوا الفساد وعطلوا ميزان العدالة وصاغوا معادلة معقدة لتقاسم السلطة تجلت في شكل حصة مؤثرة كانت تمنح لهم وتضعهم في قلب السلطة التنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية حدث ذلك عندما خلف اليمنيون الماضي وراء ظهورهم ومضوا في خطة التغيير دون أن يقيموا الحراسة على مكتسبات العهد الجديد غافلة ربما أو خيانة من البعض أو مؤامرة سمها ما شئت لكنها كانت طعنة قاتلة في خاصرة النظام الجمهوري ووأدا للحلم اختار الآئمة الجدد شهر سبتمبر من عام 2014 للإنقضاض على الإنجاز الجمهوري المتصل بهذا الشهر العظيم لكن ما كان لهؤلاء أن يصلوا إلى هدفهم بهذه السهولة لولا هذا الذي استأثر لنفسه بأكثر من نصف عمر الجمهورية ليقرر حينما أطاح به الشعب هدم المعبد على رؤوس الجميع لكن إرادة الشعب لن تموت وهاهم اليمنيون يخضون معركتهم الأخيرة لوأد مشروعين سيئين لاستئثار بالسلطة عائلي وسلالي والحسم يلح في الأفق ولكن آنى لليمنيين أن يحسنوا الحراسة حتى لا يعود اللصوص مجددا